مع انشغال تركيا الحليف الأبرز لأذربيجان بتضميد جراحها جراء الزلزال المدمر تحاول أرمينيا بحسب مراقبين إعادة أزمة إقليم ناغورني كارباغ إلى المربع الأول من جديد مدعومة بدول لطالما كانت مواقفها مشبوهة طوال الحرب بين باكو ويريفان ومنها إيران الخارجية الأذرية استدعت سفير طهران وسلمتهم ذكرة احتجاج شديد اللهجة عقب تحليق طائرة عسكرية إيرانية فوق حدود البلدين واختراقها الأجواء الأذرية في المناطق المحررة من قبضة أرمينيا في الحرب الأخيرة بين باكو ويريفان استفزاز قالت وزارتها الخارجية والدفاع الأذريتين في بيان مشترك إنه يشكل تهديدا لأمن الطيران المدني ويؤدي إلى زيادة التوتر في العلاقات بين الدولتين وأضاف البيان أن الجانب الإيراني نفذ تدريبات عسكرية واسعة نطاق قرب الحدود مع أذربيجان على طول نهر أراس في العام الماضي وبعد انتهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان والتي أدت لاسترجاع الأخيرة لمعظم أراضيها من قبضة أرمينيا لا تقتصر التوترة بين البلدين على الحدود ففي نهاية الشهر الأول من العام الجاري استهدف هجوم سفارة أذربيجان في طهران ما تسبب بمقتل رئيس جهاز الأمن في السفارة وإصابة موظفين داخلها لتخلي باكو موظفي سفارتها ويصف الرئيس الأذري الهجوم بالإرهابي تحرشات إيران واستفزازاتها تأتي عقب اندلاع التظاهرات التي اجداحت البلاد على خلفية مقتل الفتاة مهسى أميني داخل أحد أقسام شرطة الأداب في طهران وفي هذا الجانب يرى مراقبون أن إيران لا تتقن سوى سياسة واحدة للتهرب من مشاكلها الداخلية هي سياسة تصدير أزمتها إلى الخارج